من جهة ارتفع الخام الجزائري في تدولات الثلاثاء مسجلاً أعلى مستوى له منذ 14 عاماً وهتخطى نفط معروف بسحار بلاند حجز مائة وستة وثلاثين دولار للبرميل في أعلى مستوى له منذ 2008 مرتفعاً بأكثر من سبعة دولارات بزيادة قدرها خمسة في المئة عن جلسة التسوية الاثنين الماضية أداء قياسي يضح النفط الجزائري في قائمة أغلى خامات العالم متقدماً عن خام بوني النجيري الخفيف وغيراسول الأنجولية